السلام عليكم اليوم لدي عدة كروت للتصليح لكن قبل البداية أن أفكر في الوقت الحالي في صناعة فيديو عن أداء كروت الشاشة المنتشرة حاليا في السوق المحلي مثل كروت الـ RX-1000 وغيرها وسيكون هذا في الألعاب الحديثة على 1080p وأريد رأيكم عن إعدادات التي يجب أن أستعملها فمثلاً لو اشتريت كارت بـ 300 دولار فهل سيكون كافي لك أن تشغل الألعاب على 60 فريم على الـ High Sitting أو يجب أن تعطيك 60 فريم على الـ Ultra Sitting أنتظر تعليقاتكم والحين سنعود إلى الفيديو وأول كارت سأبدأ به اليوم هو الـ RTX 3070 Ti من Colorful والمشكلة فيه هي شاشة سوداء بعد أن سقط وتعرض للضرر وعند القيام باختبار الـ VRAM ظهرت أخطاء في الـ VRAM A1 و B1 ومما أن الضرر يظهر كبير فكان يجب عليه أن نزع القلب وكل VRAM قريبة من الـ PCI-E وبعد الانتهاء فحصت البينات فوجدت عدد كبير منها منكسر وكان يجب علي في هذه الحالة تصليحها كلها وهذا الأمر يحتاج الكثير من الوقت وبعد تصليحها قمت بالريبال للقلب والـ VRAM ثم إرجاعهم ثم بعدها قمت باختبار VRAM الذي أعطى أخطاء في كل VRAM تقريبا هذه المرة وهذا الشيء لم أتوقع فكنت بالريبال مرة أخرى للقلب لكن هذه المرة أصبحت أفسر على خطأ أن الـ BIOS لا يمكن قراءته وكنت سأتوقف عن محاولة بسبب أني وجدت آثار تشبه إنكسار على القلب لكن لم أكن متأكد لأنها لم تكن عميقة فعطيت الكرت محاولة أخيرة خاصة أني وجدت بعض الكرات عالقة في الستانسل وفي الغالب لم أنتبه لها بسبب الوقت الطويل الذي بقيت معه في تصليح الكرت وعلى كل حال قمت بالريبال لثالث مرة وشربت الكرت وأخيرا ظهرت الصورة ومرت كل الإختبارات بلا مشاكل فنظفت الكرت ثانيا ثم جربتها أكثر على فيرمارك ولم يظهر أي مشكل آخر لهذا ستعد هذه الكرت أنها صلحت وثاني كرت هي الـ RX 5600 XT من صاف فاير والمشكلة فيها شاشة السوداء والمراوح لا تدور كليا وبالفحص الأول وجدت قصر بعد الفيوز الخاص بالPCIe فانتقلت في فتحها تاليا فوجدت الحالة الخاصة بها متوسطة وكنت بحق نصفة 7 فولت في مكان قصر واستعمالت الكاميرا الحرارية والمفاجأة أن أحد المكثبات كانت هي سبب مشكل وهذا الشيء النادي للحصول في كروت الشاشة فنزعتها تاليا وغيرتها وكنت بنفس الشيء للفيوز المحترق وبعد الانتهاء نضفت الكرت وكنت بتغيير معجون خراري وبعدها جربتها على فيرمارك لأكثر من 10 دقائق وظهر كل شيء فيها جيد وثالث كرت هي الـ RTX 3060T آمي جينوارد والمشكلة فيها هي شاشة سوداء والمراوح لا تدور كليا وبالفحص الأول وجدت قصر في الجهة الخاصة بالـ 1.8 فولت وهذا الشيء سيء جدا فانتقلت إلى فتحها تاليا لكن كنت أعرف أن نسبة تصليح الكرت قليلة جدا والسبب أن المشكلة حدثت حسب صاحب الكرت بعدما ضرب البرق ولا أتذكر أي كرت تصلحت عندما حدث مشكلة مثل هذا وعلى كل حال بعد فتحها فحصتها أكثر فوجدت أن الجهة الخاصة بالـ 1 فولت يوجد فيها قصر أيضا فاستعملت الكاميرا الحرارية لمعرفة مكان القصر وكما توقعت المشكلة كانت من القلب وللأسف ستعد هذه الكرت أنها غير قابلة للتصليح وآخر كرت معنا اليوم هي الـ RX 1800 المشكلة حسب صاحب الكرت هي أن الحاسوب لا يشتغل كليا عندما تكون الكرت موضوع فيه ويمكن معرفة السبب مباشرة فخط 12 فولت يوجد به قصر ففتحت الكرت كي أفحصها أكثر فوجدت قصر في جهة البيرة وهذا الشيء سيء جدا ومعناه بنسبة كبيرة أن الكرت ودعت وكي أتأكد أكثر استعمالة الكاميرا الحرارية وكما توقعت فمكان القصر هو القلب وفي هذه الحالة ستعد هذه الكرت أنها غير قابلة للتصليح وفي الآخر إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك سلام أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا بالتصليح ترجمة نانسي قنقر